بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية السنة التالي تبتدائي نستقنفد الفقرة مع الصفحة رقم مئة وواحد وثلاثون كما نرى عندنا تعالى كما نرى مئة وثلاثون وواحد مثل ابين في المقصد مئة وواحد وثلاثون اذا كما نلاحظونا قراء وتمرون اذا فد الفقرين ان شاء الله سنرى هد الأصوات بل طبعا بل كمان ونتكلم عن بل ثم سال كمان ونتكلم عن كل ثم عندنا بل هنا عدنا بل هنا عدنا بل اذا هنا نتكلم عن بل كما نقول ثم عندنا فل اذا عندنا فل اذا نتكلم عن صوت فل طبعا يتأثر بما سيأتي بعده وما قبله مثلا كما عندنا هنا بل كما هنا بل وليس بل نتكلم عن بل مثلا في كلمة بل بل طبعا عندنا هنا ا اذا بل عندنا هنا بل اذا ازرق بل ازرق نكتب مثلا ا ا كارطابل بل اكارطابل بل اذا نتكلم عن محفظة زرق طبعا هنا تنتكلم على ا اكارطابل نقول بل اما اذا قلنا ان عاقل بل طبعا نتكلم عن اين مؤنتة اذا هنا نضيف ا اذا نكتب بل ب ا لاننا نتكلم على واحد الاسم مؤنت اما ان كارطابل رغم اننا نقول محفظة هذه في عربية اما في اللغة الفرنسية فنتكلم عن محفظة كلمة مذكرة اذا نقول ان كارطابل اذا طبعا لا نضيف ا اما في حالة مؤنت فنضيف ا اذا طبعا كما قلنا كلمة بل تعتني ازرق نُو سعيد نسألل من المقادل لحضر جلي لتابلو دي سيلاب جلي لتابلو دي سيلاب جلي لتابلو دي سيلاب انا اقرأ طبعا هذا سلو برب لير سلو برب لير سلو برب لير هذا فيعل قارة اذا طبعا قلنا أنا أقرأ جدول عندنا هذا الجدول كما نلاحظون هذا الجدول طبعا طابلو ممكن أنه يعني أيضا سبورة لو حترسم أيضا تسمى طابلو طبعا هنا نتكلم عن الجدول جوليلو طابلو أنا أقرأ الجدول جدول ماذا؟ ليس جدول الأرقام بل جدول المقاطع اللفظية المقاطع اللفظية هي تطلق كما قلنا مرة واحدة هي لتنطقها مرة واحدة تجي سهلا بين في النطق ما نقدروش نقطعها مثلا إذا تكلمنا على بل مع آئي تنطق بلي تنطق بلي ثم السأل مع آئي تنطق كلي ثم بآل مع آئي تنطق بلي ثم أثأل مع آئي تنطق فلي ثم بآل مع أو إي طبعا أو إي كما نعلم أنه تعطي الصوت أو تعطي الصوت أو إذا عندنا بآل مع آئي ننطقها بلو بلو ننطقها بلو ثم السأل مع آئي تنطق كلو ثم بآل مع آئي تنطق بلو ثم السأل مع آئي تنطق كلو ثم بآل بآل مع آئي تنطق بلو ثم أفآل لتعطي الصوت فل مع آئي تقرأ فلو تنطق فلو ثم ننتقل إلى إي آن لتتجف اللخر للكلمات وتعطي الصوت آه ثم ننتقل إلى إي آن لتتجف اللخر للكلمات وتعطي الصوت آه مثلا بآل بلو مع آئي تنطقها بلو ثم السأل كل مع آئي تنطقها كلا ننتقها كلا طبعا كما قلنا بآل كالسو برونانس كم بلو كون تلسوي في دو آئي تنطق بلو إذن بآل بعدها إي آن تنطق بلو ثم أفآل أبرا هنا أفآل كما نرى كون تلسوي في دو إي آن ولا برونانس بلو ولا برونانس بلو فلو لس آن سو برونانس بلو فلو زائد آن نحصل على النطق فلو نحصل على النطق فلو طبعا هاد إي آن كما قلنا عندما تأتي في آخر الكلمة تنطق آه وكذلك تقريبا في وسط الكلمة أول كلمة انترنسيونال إذن مثلا كلمة انترنسيونال إذن عندنا هنا اي آن كما نلاحظ إذن ننطق آه انترنسيونال انترنسيونال يعني عالمي أو دولي عالمي أو دولي مترن كلمة سيلاندر مترن كلمة سيلاندر اسطوانا سيلاندر سيلاندر إذن عندنا إي آن سيلان 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 سيلاندر اسطوانا سيلاندر تتضمن هاد إي آن جاءت في وسط الكلمة توكتب فوصد الكريمة وكادي ريكونا انترناسونا لن تكون في أول الكريمة الآن ننتقل إلى أم إلى أم بأل مع أم ننتقل بلان إذن بل بلس أم أو لابرنانس بلان سأل كل بلس أم أو لابرنانس بلان أو لابرنانس بلان بل إبقى بل بلس أم أو لابرنانس بلان أو لابرنانس بلان ف still بلس أم أو لابرنانس بلان بلس أم يقولون تكون لابلانس بلانس بلانس لأبلانس قل إنه قري Various لابلس أم ولالحظ Kathريمة بالع decimaines لابلالحظور لابلانس بلانس بلانسol plus en dans la prononciation flan كما قلنا بل زهد ان تونتق بلان كل زهد ان تونتق كلان بل زهد ان تونتق بلان فل زهد ان تعتنوتق فلان تعتنوتق فلان تو من أمور إلا الفقر تيانيا ونو passant au deuxième paragraphe يهد ان او ان Wrong بل جهد ان او ان من Shocker أو انilizLER بل استق . كماori يهد ان احسن ناس cel ترجمة 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 نانسي قبل بيانسور hoor التخاвер الى اصمق او لا اسمع الساوطبل نَوَنَوَنَا لَا برمير اماج و نوليان كَسكو سي كَسكو سي ماذا هدا C'est une table, c'est une table. Cette image représente une table. Quand on prononce le mot table, est-ce qu'on entend avec ou pas le son bleu? Est-ce qu'on entend avec ou pas le son bleu? إذا عندما ننطق كلمة طابل هل نسمع معها أولا الصوت بل؟ طبعا عندما ننطق كلمة طابل نسمع مع الصوت بل طابل نحن الآن الى معاقق rooms שאױ� التى Или واحد من longtime آمرا الصوت بل إذا نطقل كلمة طابل نق quê assigned اشخص آمرا الب haltاخل دوزيام اماج ربريزانت ان بيبرون السورة التانية تمثل رضاعة نتحدث عن بيبرون طبعا هذا الرأس يسمى تيتين تيتين سكت ديالتفل تسمى ادن تيتين لا كسين كي سوى اللي ديوترح كنتم امو بيبرون كنتم امو بيبرون امو بيبرون ادن عندما ننتقى كلمة بيبرون هل نسمع معها الصوت بل او لا نسمع الصوت طبعا بيانسور كنتم امو بيبرون امو بيبرون كما تلاحظونا شوش حن من صلاب كيننا عدنا بي بغون عدنا بي بغون بي بغون هذا صلاب بحده هل عدنا ب هل عدنا بي؟ لا نسمع صوت بل لنسمع صوت بل لا نسمع 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 صوت بل بالطبعون روب قد مذهق نعم صوت بل نعم صوت بل نعم صوت بل ربنا مصوت بل نعم صوت بل أم صوت بها إذن كما قلنا بأن كلمة طابلو ممكن أنها تعني جدول ممكن أنها تعني لوحة فنية وممكن أنها تعني كما عندنا هنا سبورة نحن تقول صباح咪 عليك قد كلمة طابلو رحفظ كلمة طابلو صعقت الصisen صندوق 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 صادوق صندوق صندوق بالحسب سننتق طابل بل تنتق بل بتنتق هنا سننتق الحلر بل طابل بل اي سنتق كيف هي المعارفة؟ مرتبط مرتبط بعد الدفاظة الملاعظة بعد الدفاظة الملاعظة فإذا أحد خبال الكثير لدينا بيانسر فإن gioي سيار . فإن جاء لدينا ملاعظة إذا سري رابعة تومت لخفshire رابعة تومت لخفاضة محفظة أكار تابل إذاً طبعا نتكلم عن أكار تابل أكار تابل محفظة ق modelo أكار تابل يتضمن أو لا يتضمن الصوت بل بيانسور كنتون برونس المكاتبل اون ننتون اوك اون ننتون اوك لصن بل لصن بل إذا طبعا عندما ننطيق كلمة كاتبل أننا نسمع معها الصوت بل وكما نرى ذلك على الكتابة بعدها عندنا الصورة الخامسة ماذا تمثل صورة الخامسة تمثل اللون الأبيض طبعا كلمة la color اللون هي في لغة الفرنسية مؤنية لذلك نقول blanche يعني بيضاء طبعا كلمة la color لتتعني اللون في اللغة الفرنسية مؤنية لذلك نقول blanche المقصود بها بيضاء المقصود بها بيضاء طبعا كما نلاحظ بأن كلمة لون في اللغة الفرنسية مؤنية عندنا la color إذن طبعا سنقول ماذا سنقول blanche la color blanche مقصود بها كما نقول اللون البيضاء إذن نقول blanche أو نقول le blanc يعني الأبيض كما نقول le blanc كما نقول بلانش بيضاء بلانش بيضاء بلانش بيضاء نسمع لصوت كل لمية ، يسمى صوت tama عندما ننتقل に نسمع صوت tama ثم عندما ننتقل أن نسمع صوت tama نسمع صوت UN نسمع صوتội اولي نست sogن لصوت components آيه كم نرا اضغرر نifiى نضغرر cuzocc numero WASTER أنا أخطر Path في الجدول Je lis les mots classés dans le tableau. أعبد الكلمات المرتبة في الجدول Comme nous le voyons, le tableau comprend des mots avec فل, des mots avec بل, des mots avec ل et des mots avec بل. Nous commençons par les mots qui comprennent le son فل. نبدأ بالكلمات المتدام من الاسعوت فل. Nous commençons par les mots qui comprennent le son فل. Comme exemple, une fleur. Comme exemple, une fleur Une fleur L'homme fleur comprend le sang Après, on a une flamme Une flamme Et dans le mot fleur comprend le sang Une flamme Après, on a la flèche La flèche, la sème De la même façon, l'homme fleur comprend le sang L'homme fleur comprend le sang Et dans le mot fleur, on a la flèche L'homme fleur comprend le sang Après, on a les mots avec Après, on a les mots avec Begdeur, on a une autre kalimade Bi, bl, psaut, bl Be'el, tu ati, saut, bl Be'el, ton taq, bl Comme exemple, on a une table Une table Et dans le mot fleur, on a une table Voilà, cette une table Taouila ou maïda Tussama une table Taouila ou maïda Tussama une table Après, on a table Et dans le mot fleur, on a table Tussama une table Apetition Et on a un table Un table De la même façon, le mot table Comprend le sang Bleu De la même façon Le mot table Comprend le sang Bleu Relance Taouila ou maïda Un table Une autre kalimade Bleue Après, on a le mot bleu Après on a bleu Begdeur De la même façon Le mot bleu comprend le sang Bleu دو لا مانتي فاسوا ل House Weijk أبري ونا للم nom مع كل وبعدد الموث أبراف خعوا ب بعدد الموث أبراف خعوا مابلوم مع كل إذا نتكلم عن كلامت بصوت كل أو نتكلم عن كلامت تكتب بكل كم example لكلة مثل جيلة الكلي طبعا بلو تعني أزرق بلوه تعني أزرق كما رأينا هنا عندنا لاكلي لاكلي المقصود بها المفتاح أو نكتب لاكلي الطريقة ممكن أننا نكتب لاكلي بأكسن إيغي أو نكتب لاكلي بأف ألف إذا الكتابتين صحيحتين تعني المفتاح تعني المفتاح إذن عندنا كلمة لاكلي نسمع فيها كل نسمع فيها صوت كل لاكلي بعدنا ام نكلاس نكلاس يعني حجرة ديراسية تسمى إن كلاس لكلاس مقصود بها حجرة ديراسية إن كلاس دون لامية فاصون للمو كلاس كمпран كل للمو كلاس كمпран لصون كل للمو كلاس كمпран أوسي لصون كل إذن كلمة كلاس بس تتضمن أيضا الصوت كل كما نرى في الكتابة أيضا ويكتب الحرفين السي و أل كما نرى في الكتابة أبري أنا إيل إيكلات بيانسي أنا لوفيغب إيكلاتي أنا لوفيغب إيكلاتي عندنا فعل إيكلاتي طبعا إيكلاتي المقصود به يتفجر أو يندلع يتفجر يندلع أو يقصف إلى غير ذلك إذن ممكن أننا نقول مثلا أنسكوندال كي إيكلات إذن نتكلم عن أنسكوندال كي إيكلات كمان نتكلم عن فاضيحة أو عن فوضى كي إيكلات التي تنفجر أو تندلع أو تندلع نتكلم مثلا عن إيمبومب كي إيكلات ممكن نتكلم عن إيمبومب كي إيكلات إذن نتكلم عن قول البولة تنفجر وممكن نقول إيمبومب كي إيكس بلوز إيمبومب كي إيكس بلوز إذن نتكلم عن قول البولة تنفجر لكن هنا كمان نقول أنها تندلع ممكن أننا نقول إيل إيكلات دوغير ممكن نقول الأكلات دوغير هو ينفجر من الضحك لا يمكن أن نقول مثلا الاكس بلوز دوغير لا يمكن أن نقول الاكس بلوز دوغير هو ينفجر من الضحك بهذه المعنى هذه مثلا ممكن أن نتعنين في جار قنبولة أو ما يشبهها اكلاتي كما نتكلم عن يندلع أيضا لوفارب اكلاتي ممكن أنه يعني إحداث ضوضاء مفاجئة وعنيفة تبدل واحد صداع مفاجئ وعنيف إذن نتكلم هنا عن لوفارب اكلاتي ممكن أن لوفارب اكلاتي يعني ماذا؟ ممكن أن لوفارب اكلاتي يعني أن تتظاهر بعنف أن تتظاهر بعنف يعني ما تتظاهرش سلميا بل أنك تقوم بمظاهرة في عنف إذن نتكلم عن لوفارب اكلاتي إذن نقول هنا الاكلات هو يندلعه هو ينفجره أو ما يشبهه ذلك إذن نتحدث عن لوفارب اكلاتي أكلاتي 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 إذن نتحدث عن لوفارب اكلاتي إذن نتحدث عن لوفارب اكلاتي البلاج المقصود بها الشاطئ أبخيونا لوبلا يعني الصحن لوبلا الصحن لوبلا المقصود بالصحن كما نقول باللهجة المغربية التبصيل طبعا هنا نتكلم على لوبلا إذن نتكلم عن اسم ممكن أن كلمة بلا تأتي كأدجيكتيف تأتي كنعت وتعني منبسط وتعني منبسط نقول مثلا إذن نتكلم عن أرضية منبسطة نكتب مثلا كلمة بلا المنزل chopped أمي بني انترين بلا ... الامنزل هو مبني سور أو قال انترين هل أرد يَا هل أرد يَا بلا يعني من بسيطة ولكن هذه الأجيكتيف لنقول لبلغ أما لقلنا لبلغ هذا المقصود به الصحن هذا المقصود به الصحن أما هذه أجيكتيف نصيف هذه الأرضية بأنها بلا نصيف هذه الأرضية بأنها بلا نصيف هذه الأرضية بأنها بلا يعني أنها من بسيطة طبعا لبلا ممكن أنه يعني الصحن وممكن أنه يعني الطعام لبلا ممكن أنه يعني الصحن أو الطعام حالة نقول لحنا بالدريجة جاب لنا واحد تبسيل فلان جاب لنا تبسيل المقصود أنه أتانا بطعام عندما نقول فلان أتانا بصحن المقصود أنه أتانا بطعام إذن لبلا ممكن أنه يعني الطعام أيضا ثم عندنا البلغ Il pleure C'est le verbe pleurer C'est le verbe pleurer هذا في الباك Nous passons au 4ème paragraphe Je lis les phrases suivantes Puisj'on construit d'autres Sur le même modèle Je lis les phrases suivantes Puisj'on construit d'autres Sur le même modèle Una aqra al-joumel-telia Tum anabnimina Puisj'on construit Tum abnimina D'autres Nous allons d'autres phrases جمالة أخرى على نفس الناج پرنو لابرمیر فراز كم نلوویون لوسیدر افتگی پرنو لابرمیر فراز لوسیدر افتگی پرنو لارب افتگی لارب افتگی لوسیدر افتگی عندنا شجره الارز متعبه بمعنی آخر لارب افتگی الشجره متعبه اذا ممکن اننا نقول لوسیدر افتگی شجره الارز متعبه او نقول لاغب افتگی او نقول لاغب افتگی الشجره متعبه هنا التحديد اكبر من هذا التحديد هنا حددنا اكتر طبعا عندما نتحدث عن لاغب افتگی لاغب افتگی الشجره متعبه طبعا عندما نتكلم عن لاغب افتگی نعرف بان هناك شجره متعبه طبعا عرفنا بان شجره وليس حيوان أو جبل أو إنسان أو غير ذلك لكن هنا لا نعرف أي شجرة من الأشجار هي متعبة ولكن عندما نقول هنا لسادة إفاتيقي عندما نقول لسادة إفاتيقي هنا نعلم بالضبط أي شجرة هي متعبة إذن هنا عندنا التخصيص أكبر من هنا إذن عندنا في الجملة الأولى التخصيص أكبر من الجملة الثانية في الجملة المولية مثلا عندنا براهيم يريد حماية الشجرة هنا عندنا الطفل يريد حماية الشجرة عندما نقول لغارسون أكيد أنه طفل طبعا عرفنا بأن هناك طفل يريد حماية الشجرة ليس برجل ليس بمرأة وليس ببينة مثلا وليس ببينة لكن عندما نقول لغارسون أكيد أنه طفل لكن أي طفل من الأطفال هنا لا نعرف لكن في الجملة الأولى عندما نقول براهيم هنا نعرف بأن ابراهيم هو الذي يريد حماية الشجرة إذن الجملة هنا أكثر تخصيصا من هذه الجملة هذه الجملة أكثر تخصيصا من هذه الجملة يعني تنعرف بالضبط شكل يريد يحمي الشجرة هنا طبعا تنعرف فقط بأن هناك طفل يريد حماية الشجرة طبعا عندما نقول لغارسون كل أشخاص لعدهم حدثين سوصون دي غارسون إذن كل أشخاص لعدهم من سانح تل تممتاس السانة ممكن نعتبرهم سوصون دي غارسون إذن ممكن أننا نسميهم أطفال إذن هناك مجموعة أطفال طبعا عندما نقول براهيم إذن هنا نحدد شخص أكثر براهيم يريد حماية الشجرة لدينا لدينا Vole dans le ciel Lopigean Vole dans le ciel إذن عندنا l'hamama أو ta'er l'hamam Yater sema Lopigean Vole dans le ciel Lopigean Vole dans le ciel Ta'er l'hamam Yater sema Tumma عندنا L'oiseau Vole dans le ciel Tumma عندنا L'oiseau Vole dans le ciel إذن عندنا الطائر يطير سماء طبعا عندما نقول الوازو إذن طبعا نعرف أن هناك طائر يطير سماء ليست هناك طائرة ليس هناك صاروخ مثلا لكنه طائر ولا نتحدث عن شيء آخر يطير بل نتحدث عن الطائر الوازو لكن هنا لا نعرف بالضبط أي طائر نتحدث عنه لكن عندما نقول هنا نعرف أن الأمر يتعلق بطائر الحمام عندما نقول بنفس الطريقة هنا ندرك بأن الأمر يتعلق بطائر الحمام إذن لبيجون إذن علينا أن نأتي بجمل بذا الشكل إذن يمكن أن نكتب مثلا لالاذ إذن لالاذ التلميذو يذهب إلى المدرسة أو نقول أحمد أحمد يدهب إلى المدرسة نتحدث عن المدرسة المدرسة يدرس إلى المدرسة إذن ممكن أن نقول خالد خالد أحمد يدهب إلى المدرسة خالد أحمد خالد 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 يدرس إلى المدرسة ممكن أنني أقول جاست أنني مال جاست أنني مال أني اشتريت حيوانا إلى غير ذلك من هذه الأمور إذن ممكن أننا نأتي بجمالين بذلك الشكل إذن نكتب بضل قدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر